بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه إن الكمال المعتبر يكون في أربعة أشياء كمال الخلق وكمال الخلق وكمال الأقوال وكمال الأفعال والحقيقة أن هذه الأربعة لم تكمل في أحد من البشر سوى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه فكان أكمل الناس خلقا وأعظمهم خلقا صلى الله عليه وعلى صحبه وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله خاطبه ربه سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم وتحدث عن نفسه وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نحن أمام أمة قد اعتنت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معناية فائقة قراءة وتدبرا وتفقها وفهما وهذا الاعتناء بيّن لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي فهمه بل في مشيته وفي طريقته وفي تعامله مع أهله ومع غيره وبشهادة أعدائه قبل أحبابه صلى الله عليه وسلم شهدوا له بكمال الخلق وأنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا وأمينا ووفيا بالعود والعهود ومن هنا يتبين لنا أننا نقتدي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذا الإنسان القدوة كان أفضل ما يكون في وقت الغضب فكان يتحكم في نفسه وكان يمتلك أقصى درجات ضبط النفس في وقت الغضب وفي وقت الهجوء والسعادة ومن هنا يتبين للإنسان الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه ألا يغضب وقد جرت العادة في أمتنا الإسلامية أن نحتفي وأن نحتفل أو يحتفل المسلمون في كل عام في شهر ربيع الأنور بمولد سير الكائنات ولم لا؟ وبمولده وفي هذه اللحظة الفارقة تحول العالم من الظلم وعبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الواحد الديان وإلى العدل ومن الظلام إلى النور ومن اللافهم والأمية إلى العلم والأنوار والبركات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مدادا لكل خير ولكل نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هو رسول الله والكتاب هو القرآن الكريم وكل احتفال مهما عظم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضئيل وكل فخر في حق النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعلنا ومهما قلنا فهو في حق ذاته وفي حقه صلى الله عليه وسلم نذر يسير لأنه صلى الله عليه وسلم هدية الله للكون رحمة للعالمين قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقد تفاخر صلى الله عليه وسلم بنفسه وبأدبه وأخلاقه وتحدث عن نفسه فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وذكر منها أرسل كل رسول إلى قومه خاصة وأرسلت إلى كل أحمر وأسود وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قد أرسل إلى كل الإنسانية لهداية الإنسانية بخلقه صلى الله عليه وسلم وفهمه وأخلاقه الكريمة التي استمدها من ربه تبارك وتعالى وتعلم فيها وعلم صلى الله عليه وسلم فقال للناس لا تغضب وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمره بالرحمة فقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ وَهُوَ الَّذِي لَمَّا طُولِبَ مِنْهُ هَلَاكُ الْقَوْمِ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ قَالَ لَا عَسَى اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بل دعا لهم وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون علمنا صلى الله عليه وسلم أننا نحتاج إلى الله وأننا لا نسجل إلا لله ولا ندعو وسوى الله فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله ومن هنا نحتفي ونحتفل به صلى الله عليه وسلم بكل شرف وبكل هدوء لنعلم أنه من حقنا أن نفرح بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم والذي لما سئل عن صومه قال ذاك يوم ولدت فيه نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام على الأمة بكل الخير واليمن والبركات كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن دوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا عمك